معي على الهاتف قال أستاذ هاني جنينة رئيس قسم البحوث في بلتون المالية القابضة هاني وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أنا أعتقد ماذا بعد بأن مستفق مع كريس جدا قال أن ماذا بعد هو الأفضل إحنا خلاص عدينا مرحلة الباطل مك أو العلق الزجاجة زي ما احنا نسميها الإجراءات تنقصية جدا في أولها يوم الخنيس بالذات الناس تخضط شوية زي ما حدريك عرضي على الشاشة أفعار الصرف أصلا التالي التجزل دلوقتي نازلة هتكسب الستاشر نحن كنا منتكلم على 18 جنيه من 13 فماذا بعد؟ واستقرار سعر الصرف المرحة واحد وأعتقد هو ألحاجة مهمة أوي موضوع الاستمرارية يعني عشان نسرف الشريحة التانية من الدفعة الأولى وهي مليار ونص تقريبا أو مليار 25 وعشر 250 من آسف لازم نثبت أن احنا مستمرين أعتقد أن احنا عندنا هذه القدرة لأن من غير ما يجدنا فلوس كتيرة على مدار الثلاث أسابيع اللي فاتوا كل حاجة تستقر الحمد لله أعتقد طبعا الفترة الجاية لازم نبتدي بقى نستغل الفلوس اللي جات لنا دي أن احنا ما نصرفهاش زي ما حضرتك قلتي فأي مشاريع بدون جدوى لازم طبعا قانون الاستثمار وقاليات الاستثمار مش القانون بس تفعل وأنا شوفت طبعا جزء من البرنامج الأمد القاعد للأمد القصير أن احنا نبتدي نفعل الترخيص الصناعية وده حاجة من هم حيرجعوها وده قالوا كريس أن دي الترخيص الصناعية وتسهيل الحصول على الترخيص الصناعية هيكون عامل مهم جدا حيرجعوه قبل ما يدونا الشريحة الثانية بالضبط عشان نريد دخل بقى من موضوع أن احنا السياسة المالية والسياسة النقدية إلى الاستثمار نرجع تاني للقطاع الخاص الحكومة والبنك المركزي عملوا اللي عليهم القطاع الخاص دوروا أنه هو يشتغل فاعتقد بيها قبل فترة سنة اللي احنا بنشتغل فيها بسطبع لازم نقول حاجة أنا نفسي أقولها للأستاذ المشاهدين بصراحة أنا شايفها دعنية في المجال اللي أنا بشتغل فيه مجال الاستثمار في سوق المال أن على مبار يمكن الأسبوع اللي فات والثلاث يام بالأخص اللي فاته حجم الطلب وحجم التساؤل على مصر وليعادة الاستثمار فيها في سوق البورصة بالذات أنا ما شفتهش في حياتي يعني فيه عملة دلوقتي بيشتغل ويمكن ثابت وحد بها المفروض بأجازات يعني في أمريكا بيكلمونا بالتيرفون علشان بيقولونا احنا عاوزين نلحق نبعت لكم فلوس قبل ما السوق يطلع أكتر من كده وقبل ما تفوتنا فرصة الاستثمار في مطر لأنه عشان نشرح بس للناس يا هاني احنا بنتكلم دلوقتي في أسعار متدنية للغاية لكن هذه الأسعار مرشحة للسعود وبالتالي المستثمارين ببعازين يدخلوا السوق عشان ياخدوا الفرصة الجيدة دي عاوز أقول لحريك حاجة كلام صحيح ولكن الأسعار يمكن ما بقتش متدنية برضو لكن هم شايفين الأسعار اللي هي دلوقتي ارتفعت زي ما حضرتك بولتي 30 و40% كأسعار أسهم يعني أو تقييمات شركات هم شايفينها مع الصندوق النقد الدولي ومع الاتجاه اللي مصر ماشي فيه إن الشركات مصر اللي بتعمل أرباح 30 مليار هتعمل 2 و3 مليار إن مصر راجعة تاني المعدلات نمو اللي حضرتك كنتي دي ما بتتكلمي فيها 6 و7% أنا عاوز أقول للناس برضو حاجة إن السنة دي يمكن إحنا هنعاني شوية من إخفاض معدل النمو لكن الاقتصاد هيوقف على رجله أو هيتوازن السنة الجاية إن شاء الله يعني يمكن منقول نص السنة 2017 اللي جاية معدلات النمو هتخط بناس كتير يعني هنخط إن شاء الله إيجابية أتمنى أنا بكالم على 7 و8 و9% وشوفتها قبل كده في أكثر من دولة أنا تبعتها خلال تاريخي يعني عملي وعايزين كمان ننظر لمعدل التشغيل أنا مهم جدا بالنسبالي مش بس معدل النمو لكن عايزين يكون عندنا معدل تشغيل زي الموجود في أمريكا الاقتصاد بيوفر كام فرصة عمل سواء من القطاع الخاص أو من القطاعات الأخرى طبعا طبعا أعتقد ده هيكي طبعا بالتواني كمان مع الاستثمار الأجنبي والله هيلي طبعا للقطاع الخاص إن شاء الله أعتقد على الربع الثاني من 2017 القطاع الخاص المصري هيكون خلاص خلاص كل المعاناة اللي بيعانيها نتيجة يعني تدهور سعر الصرف وهيبتدي يرجع تاني للاقتراض عشان يعمل توسعات لكن أعتقد القطاع الخاص الأجنبي هو جاهز من دلوقتي زي ما بقول لحربيك أنا شايفها في الأسعار الأسهم وفي تدفقات الأسهم لكن أعتقد الاستثمار المباشر الأجنبي هو جاهز حالا لدخول مصر لأن أسعار الاستثمار في مصر بالنسبة له أرخص بحوالي 50% أو 60% نعم بشكرك هاني جنين رئيس خصم البحوث في بلتون فانانشل